كيف لشهر رمضان الكريم أن يمضي في مثل هذه الظروف الاستثنائية؟ سؤال تدخل منظمة الصحة العالمية اليوم على خط الإجابة عليه حددت المنظمة بنوداً لابد من الالتزام بها لضمان السلامة فدعت الحكومات للنظر بجدية في مسألة إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية وتعويدها بالبدائل الافتراضية وذلك تماشي مع مستوى الخطر والذي على الحكومات تقييمه ويبقى البند الأهم هو التزام الجميع بقوانين التباعد الاجتماعي بحذفيرها وفي بيانها حثت المنظمة على منع التجمعات في الأماكن المرتبطة بالأنشطة الرمضانية الاعتيادية كالإفطارات الجماعية والولائم مع التجديد على بقاء كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض في منازلهم وبالطبع النظافة الشخصية وعمليات التعقيم شرط أساسي مع التجديد على تقديم نصائح مرئية مضاعفة تتعلق بالفيروس أما فيما يخص أعمال البر والزكاة فيجب القيام بها في إطار تدابير مشددة من التباعد الجسدي والتعقيم وفي شأن الصيام من عدمه فقد أكد البيان على عدم وجود ما يمنع صيام الأصحاء فيما دعا البيان المرضى المصابين للتشاور مع طبائهم وتختم المنظمة بيانها ببنود شددت على ضرورة اعتناء الجميع بالصحة النفسية فلا بد من طمأنة الأشخاص بأنهم لا يزال بإمكانهم ممارسة تقوصهم واستقبال شهرهم الفضيل والتواصل والعطاء وإن كان بطرق مختلفة هذا العام ترجمة نانسي قنقر